بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة والرحمة العالمين وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إله ترجعون وهذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يندد ويعدد نعمه على الناس بعد أن خطب الكفار والمنافقين وتكلم عن سبحانه وتعالى أنه ضرب مثلا ببعوضة ونرى لا يستحي أن نرد مثلا ببعوضة ليختبر أهل الإيمان وأهل النفاق والزيغ ثم تكلم سبحانه وتعالى يعدد نعمه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فتكلم عن ما هي الإنسان نفسه يعني أنزل في نفسك كيف خلقك الله سبحانه وتعالى من عدم ثم يميتك ثم يحييك مرة أخرى يوم القيامة ثم اتجه إلى تعديد نعمه الظاهرة بعد أن تكلم عن الإنسان نفسه انظر إلى نفسك كيف خلق خلق سبحانه وتعالى من عدم انظر بقى إلى ما حولك من آيات عظيمة وهي السماوات السامعة والأرضين السامعة لذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني هو الذي خلق لكم وهو الذي خلق من أجلكم ما في الأرض جميعا طيب ليه ربنا أقول هذا؟ ربنا صحة على لي أريد أن يقول بطريقة غير مباشرة الناس محتاجا إلى شيء الناس محتاجا إلى شيء لماذا أخلق كل هذا؟ هل أنا محتاج؟ ولكن من أجلكم أنتم؟ يعني ربنا صحة على تعالى يحتاج إلى ما على الأرض من نعم ولكنه صحة على تعالى هو الذي خلق لكم أي خلق من أجلكم وأنه صحة على تعالى غني عن كل شيء ما في الأرض جميعا طبعا العلماء قالوا إيه؟ قالوا أن هذا فيه أقصى من دليل أولا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة لأن أبنى صحة على تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا أي خلق لكم كل ما على الأرض من نعم لتتمتعوا بها إذن الأصل في الأشياء هو الإباحة وأن الأشياء التي حرمها الله صحة على تعالى قليلة والتي أحلها الله صحة على تعالى هي الأكثر بكثير فالأصل في الأشياء هو الإباحة كما قال العلماء حتى يزبط التحريم بدليل قطعي أو نصي أو حتى بدليل غير قطعي فيكون التحريم هو الأولى كما جاء في السنة فربنا سبحانه وتعالى وهناك أيضا شيء آخر هام جدا أن الله سبحانه وتعالى يقول كل ما في الأرض أو أن كل ما في الأرض نعم سواء كان هذه الأشياء نافعة أو ضر أي شيء على الأرض هو نعم ومخلوق لك حتى المخدرات حتى المخدرات وربنا سبحانه وتقول أحل الله الطائب أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائس أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائس كما قال في سورة الأعراف لكن حتى الأشياء اللي فيها خبائس لها منافع يعني لا يجوز لك أن تتمتع بها لكن لها منافع يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق المخدرات أو مخدرات لا يجوز أن تتعاطاه لماذا خلقها سبحانه وتعالى لكن تستعمل في الألاج الطبي أحسبح لها الآن منافع كبيرة جدا في العمليات الجراحية في تخدير المريض قبل الأجراء العملية ولا يشعر بأي ألم دمعا ده شيء عظيم جدا جدا قال في الماضي كان المريض يشعر بأي ألم شديد جدا لكن كانت هذه المخدرات رحمة لأنها تعطيها حرام شرعا لأنها تعتبر من الخبائس لكنها إذا فعل قننة وفعلها بالشكل الصحيح يبقى كل شيء كل شيء على الأرض العقرب فيه سم لا يجوز تحسي هذا السم ولكن خلق منه دواء الزبابة لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى الزبابة تأذي وتنشر الأمراض وتضايق الإنسان ولكن اكتشفوا أن في أحد أجنحتها دواء فهم الآن يصنعون منه أدوية على العلاج الأمراض ولم يكتشف هذا الفيلم الحديث شرعا 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 قال إذا سقطت الزبابة في إناء أحدكم فليغمسها ثم ينزحها في نفحة أجنحتها دواء أو في الآخر يدواء صبت هذا علميا يبقى إذا العقرب الثعبان الزبابة فيها منافع للناس فأي شيء حتى لو كان محرما بتكون فيه لو أنت بحثت فيه مهيت هذا الشيء تجد أنه أو أنه يختبر به الإنسان وهذا في حد ذاته منفعة للميزة خبيثة من الطيب يعني ربيره سبحانه وتعالى خلق أشياء وحرمها وقضعها أمامك ليختبرك فأنت إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وتجنبت هذه الأشياء فهذا دليل على إيمانك يبقى فيها منفعة لا يوجد منفعة كل ما على الأرض من أي شيء سواء كان دار أو نافع فيها منفعة يبقى الأصل في الأشياء والإباحة لأنه ربيره يقول كل ما في الأرض خلقه لكم وأيضا الشيء الضار والشيء النافع فيه منفعة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهون سبع سموات ثم استوى كلمة استوى لها معاني كثير يعني كلمة استوى تقال ساعات للشيء لما يكون معوجه يعني إذا كان شيء معوجه ثم استقام ولا استوى بعد إعوجاج وكلمة استوى أيضا تقال بلوغ الشيء قمته يعني إذا بلغ الشيء قمته فيكون هذا استوى حتى إذا بلغ أشد هو استوى لاتيناه حكما와 علمة على سيدنا موسى على سيدنا يوسف حتى إذا بلغ أشد هو استوى يعني قل على سيدنا يوسف وعلى سيدنا موسى هناعني أعطهم العلم الغزير بعد الاستواء وبعد بلوغ القمة في الصحة والقوة فالاستواء في بعض المعنى يكون معلق بلوغ النطج والاستواء العقلي والجسدي طيب وربما يكون الاستواء معناه الصعود على هذا الشيء أو الجلسة يعني ربما صفحته تعالى ربما قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استعى على الرش الاستواء هنا معناه ايه يعني هناك قول عبدالله بن عوصله انه ثم صعد على الرش لكن هذا فيه ضعف الاستواء معناه كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني ده ما سأله أحد الناس وقال له ما معنى استواء على الرش فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما أراك إلى رجل سوء أخرجه أخرجه من المسجد فأخرجه هذا الرجل من المسجد فكلمة استواء على الرش أنه سبحانه وتعالى استواء استواء على الرش استواء يليقه بجلاله وقدراته المطلقة لا يعلني ما؟ ما هي هذه الاستواء الا الله سبحانه وتعالى فاستواء الله سبحانه وتعالى على الشيء ليست استوائنا نحن وجروسنا نحن هذا معنى أخر لكلمة استوى وقال بعض علماء وده المعنى في الآية ده كلمة بذلك اللغة العربية سرية جدا 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 الكلمة التي يكون لها مراضفات كثيرة جدا في كل آية كلها مراضف معنى يعني ربما سبحانه وتعالى إن برهيمة كان أمة وقال الذي اتذكر بعد أمة أنا أنبئكم متأويل هفرسلون يعني هنا معناها بعد وقت بعد برها من الزمن طويل إن برهيمة كان أمة يعني كان كان فيه صفات كثيرة مجتمعة في شخصه سبحانه عليه السلام تكون هذه الصفات موزعة على كثير من الناس لكن هو أجمع بصفات كثيرة عظيمة أو كان أمة إن هو سبحانه عليه السلام كان مؤمنا في وسط وكان كل من حولها كفار فهو كان أمة فكلمة أمة لها معاني كثيرة وممكن أن تكون معناها جامعة من الناس نحن أمتهم كما قرر رسول الله والسلام نحن أمة أمية لا تقرأ أو لا تكتب يبيزاً أمة ممكن تكون معناها جامعة من الناس ممكن تكون معناها شخص فيه صفات كثيرة عظيمة ممكن تكون معناها وقت من الزمن وقت طويل من الزمن دي جاء عندك هنا استوى ممكن تكون معناها استوى بعد عوجاج ممكن تكون معناها جلسة أو صعد على الشيء ممكن تكون معناها وصل لقمة قمة النضج والكمال وممكن تكون معناها كهذه الآية والتي سخر لكم ما في الأرض جميعاً متفرغاً لها و سبحانه وتعالى فرغ نفسه لقلق السماوات ابتجها بقدراته المطلقة إلى السماوات ليخلقها وطلق كل شيء مع أنه سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق كل الأشياء في لحظة واحدة لكنه سبحانه وتعالى يعلمنا الصبر فخلق السماوات السبع الرجين السبع في ستة أيام ممكن يستطيع أن يخلقها بكلمة لكنه جعلها على مراحل حتى يطعز الإنسان ويصبر ويعلم أن كل كل شيء سأأتي في وقته وفي مكانه وأن كل شيء الحياة مرحلية صبا ثم شباب ثم كهول ثم شخوخة ثم هكذا ف ناص سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استهى إلى السماء بكامل قدراته المطلقة التي لا حد لها متفرغاً لها ثم استهى إلى السماء سواء متجهاً إليها سبحانه وتعالى أو متفرغاً لها أو جعل قدراته المطلقة لها فقط سبحانه وتعالى وهو قادر أن يخلق كل أشياء في لحظة واحدة ثم استهى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليه طيب الربرة سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق الخلق كان في بداية الخلق سبحانه وتعالى عرشه على الماء لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى والعرش والماء فقط لم يكن شيء غير ذلك وهذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسنوا عملاً عشان كده إبليسه عليه من الله سبحانه وتعالى ما استحق جعل عرشه على الماء ويبعث سرايا فأتي إليه الشيطان يقول له ما فعلت يقول له لم أترك فلاناً حتى جعلته يشرب الخمر قول له ما فعلت الشيء لا أتركت فلاناً حتى جعلته يزني لا لم تفعل شيء ما أتركت فلاناً حتى جعلته يطلق زوجته فيقول له أنت أنت فالتزمه ويعتنقه ويجلسه بجانبه من هنا يتركى الشيطان الشيطان بيكون شيطان صغير ثم يتركى يكون مارد ثم يتركى يكون عفريت ويجلس على العرش مكان هذا الشخص وهذا الشخص يجلس على العرش من آخر هكذا ذلك الشيطان يريد أن يعبد من دون الله فجعل نفسه عرشاً على الماء ويبعث سرايا في كل مكان للإفساد في الأرض وهو جالس على العرش فربنا سبحانه وتعالى في بداية الخلق لم يكن إلا ماء هناك إلا ماء والعرش والله رب العالمين سبحانه وتعالى فلما أراد أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى أمر الماء فتسامى أي فتبخر فخرج منه دخان فتصعد الدخان فوق الماء وتسامى فسميت السماء سماء لتسامى الدخان فوقها ثم سبحانه وتعالى عمد إلى الأرض فأيبسها أجعلها أرضاً واحداً ثم فتقها سبعة أراضين وهذا هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى قل أنكم لتكفر القرآن فصل بعضه بعضاً قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادة ذلك رب العالمين إلا ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض كما قال العلماء على عبد الله معباس عبد الله بن مسعود يوم الأحد والإثنين يوم الأحد والإثنين في يومين قل أنكم لتكفرون قل أنكم لتكفرون قل أنكم لتكفرون قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادة ذلك رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أبخر الماء وصعد الدخان إلى السماء أبس الأرض الماء دي كانت ماء يبست فأصبحت أرضاً واحداً ثم فتقها سبعة أراضين وهذا كان في الأحد والإثنين وجعل وجعل فيها رواسة من فوقها وبارق فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائدين هذه المرحلة الثانية يبقى في يوم الحد ويوم الاثنين ربنا سبحانه وتعالى جعل بعد ما خل السماء تطلع الدخان وتصعد إلى الأعلى جعل الأرض أرض واحدة ثم فتقها سبعة أراضين وهذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ألم يرى الذين كفروا أن السموات والأرض كانت رطقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي فربنا سبحانه وتعالى فتق الأرض جعلها سبعة أراضين وهذا كان يوم ثم عمد سبحانه وتعالى استوى إلى السماء تجهى بقدراته سبحانه وتعالى بطلقة إلى السماء وتفرق لخلقتها ذلك قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعة سماوات طيب أي بس السماء الأولى التي كانت دخان فجعلها سماء واحد ثم فتقها هي الأخرى سبعة السماوات أصبحت سبعة سماوات يبقى هذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى كان هذا يوم السلساء والأربع يبقى الحد والاثنين خلق الأرض جمد الطبعة الأولى بتاعت الماء دي جعلها هيبس ثم فتقها سماوات أراضين كان قبل كده الدخان خلق طلع وده تفسير قول الله سبحانه وتعالى أقلتم أشدوا خلقا أم السماء وبناها رافع سمكها وسواها وأقتش الله لها وأخرجه وضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إبقى ربّره سبحانه وتعالى وتفسير قول الله سبحانه وتعالى في الصلط إبقى ربّره سبحانه وتعالى يوريك إن هو سبحانه وتعالى خلق السماوات بعدين لجعل الأرض لحاها لأن الأرض كانت موجودة لأنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادة يعني تجعل له نظراء وأمثلة من الأليه المزعومة ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسع من فوقها الجبال وبارك فيها وقدر فيها قواتها بارك فيها يعني جعل المخزون من الأرزاق الموجود تحت الأرض يكفي اليوم القيام بقدرة الله سبحانه وتعالى مقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسلمين مقدر فيها أقواتها كل أقوات الأرض جعلها تحت الأرض في رزق مخزون إلى يوم القيام يكفي كل خلائق الأرض إلى يوم القيام في أربعة أيام سواء للسلمين يعني في أربعة أيام يبقى حد واثنين خلق الأرض ثلاثة واربع خلق و Harris هو الذي أقول أنكم لتكفرون بذلك خلق الأرض في يومي وتجعلون لها أمدالج ورجعل فيها رواسي المنفرقية وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبدأ قلق فيها الأقوات وبارك فيها هذه الأقوات حتى تكفي الناس لمدة فيهمين تانيين لهم الثلاثة والأربعة. وبعدين عمد إلى السماء السبع. فتق السماء الأولى جعلها سبع سموات في الخميس والجمعة. الخميس والجمعة. بذلك تفسير قول الله ثم استوى إلى السماء وبارك وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي إجابة شافية لأي إنسان يريد أن يسأل ليس هناك إجابة أفضل من ذلك تكون شافية وموضحة لكل مجمع سواء للسليم ثم استوى إلى السماء فسموهنا سمع سموات فقال الله سبحانه وتعالى قول أنكم لتكفون بذلك خلق الأرض في يومين وتعجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فرقية وبرك فيها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سواء إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتدع طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيانا سماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم نكمل قول لها تفسير هذه الآية ونربط هذه الآية ببعضها البعض في لقاء انكساب جديد بإذن الله حتى لا ننطير عليكم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وتشوش تفعيل الجرس والشرق في الكنارس لكم كل جديد تصاعدوني عن رشي الصنة أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة